السلام عليكم ورحمة الله اهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيتك حلل الضغط او الحلل بريستو هل هي فعلا مهمة تستاهل انك تشتريها بالمبلغ ده وهل فعلا لها اضرار او مخاطر في الاستخدام عشان تعرفي الاجابة بكل امانة خليكي معانا خلينا الاول نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخليكي تشتري حلل الضغط والاسباب اللي تخليكي ما تشتريهاش علشان تعرفي تقرري صح خلينا الاول نعرف ان المية بتغلي عند درجة حرارة 100 درجة مئوية حسب الضغط العادي لكن في حالة الضغط المية بتحتاج 121 دقيقة علشان تغلي لان حالة الضغط بتحجز البخار اللي خارج من المية وبالتالي المية بتحتاج وحرارة اعلى علشان تغلي طيب ايه الفر او ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان كل ما درجة حرارة غليان المية بتزيد وقت الطبخ بيقل بمعنى ان ال21 درجة الزيادة في درجة غليان المية في حالة الضغط ده بيخلي الأكل يستوي 16 مرة أسرع من طريقة الطبخ اللي احنا بنطبخ بيها العادية انت متخيلة الفرق في الوقت بسبب بس ان درجة غليان المية زادت من 100 درجة ل 121 درجة الميزة التانية ان فعلا حلل الضغط موفرة في الميزانية لان في حلل الطبخ العادية المية بتغلي فبتتبخر والبخار اللي بيطلع من المية ده عبارة عن طاقة مهدورة بيتدفع فيها فلوس سواء غاز أو كهرباء عكس حلل الضغط اللي بتشتغل بنظام مغلق فالبخار بينزل في الحلة تاني وبالتالي الأكل بيستوي بحرارة البخار اللي محجوز أو محبوس في الحلة الضغط واللي اتفقنا ان هو عبارة عن طاقة وكده انت بتوفري حوالي 90% من الطاقة المستخدمة في الطبخ وبالتالي بتوفري فلوس وكمان من مميزات حلل الضغط انها بتسرع وبتنجز معاك في العزومات وخصوصا لرباط البيوت العاملات لانها بتستهلك وقت اقل من 70% من الوقت اللي بنستهلكه في الطبخ العادي وخصوصا لرباط البيوت والعملات اللي وقت تحضير الاكل عندهم بيكون مهم فيه السرعة والانجاز من مميزات حلل الضغط كمان انها بتحتفظ بالعناصر الغذائية والفيتامينات وده بسبب اسلوب الطبخ السريع اللي بيقل الفقد السوائل في الاكل والخضار وبالتالي بيزود القيمة الغذائية للاطعمة والاكل المطبوخ فيها مع الاحتفاظ بطعم الاز للاكل كمان حلل الضغط تسمحلك انك تشتغلي في باقي مهام البيت من غير ما تحتاجي تتابعي الاكل ولا تخافي مثلا ان الاكل يتحرق بسبب ان الحل لها صفارة انذار بعد ما الاكل يستوي بتنبهك وبالتالي ما فيش مجال ان الاكل فيها يتحرق او يبوز وكمان لو الحالة كهربة فيها امكانية انها تفصل تلقائي بعد انتهاء الوقت نوصل هنا للعيوب بتاعة حلل الضغط رغم انها موفرة على المدى البعيد ولكن اسعارها مرتفعة جدا بالمقارنة للحلل العادية وده بيخليها مش متاحة لفئة كبيرة من رباط البيوت العيب التاني ان انت ما بتقدريش تدوء الاكل اثناء الطبخ او تضيفي بهارات او ملح لتعديل النكهة او مثلا لو نسيتي مكون من مكونات الطبخة مش بتقدر يتضيفيها وبتضطر يتستني لغاية ما عملية الطبخ تتم للاخر كمان هتلاقي حلل الضغط ممكن طعم الاكل يتغير فيها لو الحالة مش بتتنظف بشكل كويس بعد كل طبخة ومن عيوبها ان هي لقدر الله ممكن تأدي لحروق لو تم استخدامها بشكل غير صحيح لذلك مهم تقري كتيب التعليمات كويس جدا قبل الاستخدام وكذلك تسألي الباية عن كل تفاصيل الاستخدام كمان هتلاقي في حلل الضغط في عيوب زي انها مش مناسبة لكل الاكلات زي مثلا سلق المكارونة او للسمك ففي اكلات معينة مش هتطلع معاك حلوة بسهولة في حالة الضغط واخر عيب ان هي بتاخد وقت شوية في تفريغ البخار هو مش وقت طويل قوي ولكن برضو لازم نستنى شوية انها تفرغ كمية معينة من البخار عشان ما ينفعش نفتحها وفيها اي بخار وحلل الضغط في منها الكهرباء وفي منها حلل الضغط العادية اللي هي بتشتغل على البتجاز على عين البتجاز بالنار ودلوقتي اتطورت جدا وبيبقى ليها اكتر من سمام للتفريغ البخار فبالتالي الخطر بتاعها أقل جدا ولكن يبقى قبل ما نستخدمها لازم نعرف طريقة الاستخدام الصحيحة وكمان نعرف طريقة الصيانة ونشتري من مركات كويسة ومركات تكون معروفة وليها اسم كويس ومعروف عنها الجودة بتاعتها وبكده اكون قدمتلك كل اللي عندي النهاردة يارب بتكونوا استفدتم من الفيديو لو استفدتم معنا دعمونا بلايك اشتراك كومنتو محفز والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر